اشتركوا في القناة مهم جدا كل زوج وزوجة يبقى مركز كويس قوي انه من احد اهم ادواره انه يعبي الازايز عند الانثى والانثى كمان تكون بتعبي الازايز عند الزوج وبالتالي هتبقى الدنيا كلها ابسط واروح مما يتخيله فعشان كده قضرنا كلام علمي كده فيه حد يطلع يقول الازايز لا مهن الكلام على الازايز وال حد يطلع يقول الازايز زيكم والشاليموز والكوبايات شوه لأسرة ما هو حاج خير عليكم حسنا ان احنا يعني بقينا ضيف ثابت عليكم في الحجر الصحي اللي احنا عاملينه وهم كمان بوديوف عندنا كل يوم اهلا بيكم انا مبسوطة شخصيا بموضوع انه كان الاول الواحد علشان يطلع كده تحس انو بيحتاج ياخد قرار دلوقتي ها تطلعين النهاردة ولا مش طلعين انا مبسوطة ان احنا بقنا بنتطلع كتير كده وبقنا بنتفاعل ونتشارك وبسعد اكتر بردود افعالكو رسيلكو كومنتاتكو على كل المحتوى اللي بنقدمه ده شيء بيسعيدني جدا النهاردة بقى جايين نتكلم عن ايه انا بقى ايه كله انت انت يلا تكلمنا كده ففكرك هتتكلم شاورلي شاورلي عشان اوقف اخباطك خب ايه جنبي هيا جماعة على فكرة فانا ممكن اخباط كتف قانوني النهاردة جايين نتكلم عني لما كنا مع الاستاذة الجميلة نسرين طفش وهي دعيتنا ان احنا نقدم live على الاكاونت بتاعها اتكلمنا على فكرة ان ازاي احنا في العلاقات بيبقى لينا دور نحقق اضافة في حياة الاخر فقلت ان الاضافة دي بتبقى في محاول رئيسية مختلفة من طرف الاخر يعني اللي الست عايدة من الراجل غير اللي الراجل عايزه من الست وهالكلمة عايزه دي معناها ان انا لو ما اخدتهاش الحياة بقى هتتلخبط وهتنهار انا قفلة كل حاجة اصلا عمليين يبصودي ويزغرولي فانت عارف اني بخير والله ما بسط لها والله ما بسط شفتوا الست بتتخيل حاجات وبالتالي بتتهم الراجل بيه ويخللينا سكت لا اهد عليها كده ما تدخليش كده واحدة واحدة يلا يلا فاني الست بتحتاجه غير اللي الراجل بيحتاجه لما الست بتكون وعيا بهي ايه اللي ممكن يضيف لحياتها جودة ولما تكون وعيا كمان بايه اللي بيضيف للراجل جودة في علاقته بيها بيبقى التعامل اجمل والطف نقطة مهمة جدا واساسية ودي لازم نقولها ونأكد عليها قبل ما نبدأ في اي حاجة ان مش معنى ان الحاجة ديت ما بتتشبعش من الطرف الاخر جوايا ان انا حياتي بقى هتتدمر وهتنهار وهتبقى علاقتي تعيسة لا انتي قادرة انك توصلي لوحدك وبنفسك ومن مصادر اخرى وفرها ربنا دينا في الدنيا باشكال مختلفة لحالة من الجودة في الحياة وحالة من الرضا واستعادة ولكن لما بتيجي من الطرف الاخر اللي بيني وبينه شراكة جميلة بيبقى الموضوع اجمل والطف بكتير وقع على الطرف الاخر في نوع مختلف من المشاعل فاحنا اللي احنا جايين نعمله النهاردة ازاي نحصل على جودة من العلاقة مش ازاي نقولك اه يا حرام ما عندي كيش ده يبقى انتي مسكين او مش عارفة تشبعيه فحياتك تبقى منهارة لا يا حلوة ملكيش حاجة النهاردة حياتك انتي قادرة انك تخليها جميلة سواء الحاجات دي موجودة او مش موجودة فاحنا جايين نهاردة نتكلم في الايه في الاضافة مش في الحرمان طيب خليني اقول حاجة كمان علشان تبقى الصورة اكثر وضوحة او يعني تعقيب على الكلام نانسي ان اعايز افرق بقى بين مصطلحين مصطلح الاكمال ومصطلح الاتمام لما انا اكون واعي ان انا باخد الحاجات النفسية اللي انا عايزها من المصادر الحقيقية وانا في حالة غنى عن الطرف الاخر بيبقى عايش كأني مكتمل رايق مستمتع ولما بعد كده وخلي بالكم ده بيخليني استحق اكتر ان الطرف الاخر يديني كمان الحاجات دي ويشبه علي اكتر فبيبقى عندي حالة الاتمام والاتمام اعلى بكتير من الاكمال دايما لو لاحظنا هتلاقي الاتمام بييجي في الحاجات اللي فيها نعم وفيها رزق كتير يتم نعمته عليكم والاكمال بيجي في الحاجات اللي هي عبارة عن شروط وحاجات تفصيلية زي مثلا تشريع ديني اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فلو انا بقيت مركز بقى ان انا كل ما كنت مشبع وفي حالة عدم احتياج يعني في حالة غنى كل ما اخدت اكتر من الطرف الاخر اللي يخليني في حالة من الزيادة وفي حالة من الاتمام وده اللي احنا ان شاء الله هنركز عليه علشان كل واحد فينا يكون باذن الله يبقى عيش الحياة الزوجية بالغاية الالسامية اللي بيها شرع الجواز نحن نعيش سعداء مستمتعين وكلنا في حالة تكامل عشان نرتقي وكل واحد فينا يكون ماشي فرسالته بصورة سعيدة ممتعة ان شاء الله طيب احنا هنعتبر بقى ان كل واحد عنده مجموعة ازايز هنقول ان المرأة بشكل عام نقول مثلا عندها عشر عشرين ازازة بتختلف بقى من واحدة للتانية على حسب طبيعة شخصيتها وطبيعة سمتها الشخصية فمش كل ازازة هنقولها النهاردة هي بالشرط من الازايز الاولوية اقصد ايه بكلمة ازازة ازازة يعني بتتعبى هي حاجة بتكون موجودة جوايا بتتعبى من الطرف الاخر ولو مش متعبى من الطرف الاخر هتبقى فضية الازازة دي بتتعبى بسلوكيات من الطرف الاخر وقد تتعبى بحالة طاقية الطرف الاخر عايشها بس مش بيعبر عنها بسلوك دي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها النهاردة ان فيه رجال بيكون حاسس مشاعر الحب والتقدير لمراته ولكن ما بيعرفش يعبر عنها هل معنى كده ان احساس الست بانها مقدرة مش هيوصل لها مجرد ما هو جاي بالطاقة دي هي هتحس بيها وهتتنقلها تدرجيا وهتكون الازازة دي مش بعة لكن هي الستات بتبقى عايزة طريق التوصيل الحاجة دي بطريقة محددة اتبرمغنا عليها من الميديا فتلاقيها ما بيقول ليش او ما بيعمل ليش فاحنا النهاردة جايين نقول ان اسألي نفسك اسئلة هل فعلا انت حاسة بكذا وكذا وكذا طب هل لو انت حاسة بيه هل ده معناه ان هو ما بيعملش ولا ما بيقولش قد يكون بيعمل والازازة متعبية لكن انت حتى فرمة سابتة لو ما تمش تعبية الازازة بالطريقة دي مش هتتحبها اوكي دي اول حاجة تاني حاجة عايزة اقول عنها النهاردة ان اوكي هي مجموعة من الازازة لكن هل الازاز دي لو ما تعبتش من الطرف الاخر انا مش هعرف عبيها لا تقدر يتعبيها بطرق اخرى ودي نعمة ربنا لنا ان من كل عشان اوصل لاي شيء دايما فيه سبل كتير وبصوا كده لكون ربنا هل فيه شيء عشان اوصله بيكون الطريق حاجة واحدة بس لحتى ربنا اللي بقال لنا الجنة قال لها 8 ابواب العبادات جاب لنا اشكال كتير جدا من العبادات فهي الفكرة ان كل حاجة لها طرق كتير فانا كمان علشان اشبع كل حاجة نفسية عندي لها طرق كتير فلو ما تشبعتش من الزوج اسأل نفسي ازاي اقدر اتكلم واتفاهم معايا وخلي الحاجة دي تشبع ولو لم تشبع منه ايه الطريقة اللي تخليني اشبعها ذاتيا بكون ربنا وبالناس اللي ربنا سخرهم حواليا سواء من ابناء من اهل من نجاحات من علاقات من نعم ربنا ممكن يكون جايبها حواليك فالازايز ممكن تكون متعبية وانا مش راخد بالي تاني حاجة الازازة لو ما تعبتش من شخص بطريقة محددة انا حطاها يبقى اسأل نفسي ممكن تتعبى تاني ازاي نبدأ نتكلم يا بابا على الازايز ولا لسه عندك تعليق اه بس هقول كمان تعليق صغير كده وبعد كده نبدأ ان احيانا ودي اللي انا مسميها موضوع ان انا برسم لربنا الطريق وده اللي في الغالب بيعمل مشاكل كتير في العلاقات الزوجية ان كل واحد ممكن يكون حاطت من وجهة نظره رسمة معينة ان هو ده الشكل اللي انا هاخد بيه الحاجة اللي انا عايزها او المشاعر اللي انا عايزها ومهم نكون فهمين ان المشاعر ربنا حططها في الكون متنوعة وزي ما نانسي قالت فيها مصادر كتير فيها وفرة لا نهائية ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ لكن لما انا اكون شايف الشكل المعين اللي المفروض اخذ منه الحاجة او المشاعر ومحدده ده بيعمل لي قلم لو ما طلعش بالشكل ده وساعات بيحصل ودي هنتكلم فيها بالتفصيل لما اتعامق اكتر ساعات بيحصل ودي بتبقى من الستات اكتر من الرجالة ان هي عايزة الراجل يعرف هي المفروض تتعامل ازاي وانها لو قالت له يعملهاش تعمل ده برنامج غريب طالع في ثقافتنا اهتمام ما بيتطلبش بغض النازل على ما بيتطلبش لا ان انا هو انا هقول له طب ولو قلت له وعمل هالي تبقى ما جاتش منه معاتش لا يا طعم انا عايزها تطلع منه الوحد بالزبط جدا كده يقعد كده ينجم على الفكرة انا كده وطاك اهو في حاجات لما بتطلعش كده من نفسه وروح اقول له انت ما عملتش كزا يجي يطلعه بعد كده اقول له ما خلاص بقى كم من بدل وده صح الانثة كده فيها حاجات جوة كده مش لازم كل يا انثة بصنا احنا نتخاني مع بعض الوقت وهتشوف حاجات حلوة يعني بس خلينا يلا ابدأي يلا ابدأي لأول حاجة انا بشوف احنا اتفقنا ان الانثة هتقول ايه الحاجات اللي الانثة عايزها وانا هعتبر نفسي او مرة اسمع والرجالة ركزه هي عايزة ايه وبعدين انا كراجل هقول ايه للحاجات اللي الراجل بيكون عايزها وهي هتعتبر نفسها او مرة تسمع والستات تركزه عشان يبقوا عارفين الراجل محتاج ايه عشان تقوموا بعد الحلقة تنفزوه وان شاء الله تدعو لنا في الآخر بإذن الله يبقى انا يا ستات النهاردة هتكلم على اللي انتوا عايزينه عشان الرجالة تسمع وعشان لو انت الحتة دي مش مشبه عندك تبدأي تفكري في أساليب أخرى لإشباعها من طرق مختلفة ودكتور رحمة هيتكلم عنه على الحاجات اللي الرجالة عايزينها فالستات يسمعوا كويس عشان يقدموها كده بطريقة لطيفة وجميلة للرجال بقلب إيه أبيض وصافي كده مش بعمل عشان أخذها لأن الموضوع عملتله بس ما تدنيش عشان كده اعملي بطريقة كده فيها عطاء بشكل غير مشروط علشان الطرف الآخر زمانه دلوقتي أول ما هيلاقيك تتغيري في استلوكك هيقول آه تلاقيها سمعت لها كورس ولا سمعت لها لايف هتتغير لها أسبوع وإلى تنين أو شكلها عايزة حاجة إيوه لما بيجي لي واحدة بجلسة تقول لي أول ما سمعت الكلام وعملت اللي انت قلته أمجوزي وبسسلي كده وقال لي ما تقول لي من آخر عايزة إيه وخلصي لأنه تبرمج إن هي ما بتبقاش مصبوطة لما تبقى عايزة حاجة هو ده ينفع يا جماعة يبقى احنا محتاجين فترة مدة كده إن احنا نعمل رصيد من الثقة إن أنا بعمل ده علشان بقيت مقتنعة بي علشان أنا شايفة إن ده صح مش علشان بعمل ده علشان أنت تتغير فتديني اللي أنا عايزة لا اللي أنا عايزة خلاص أنا عارفت إن أنا عارف أجيبه الوحدي وده هنتكلم عنه النهاردة أنا بقى دوري كده علشان أنا عايزة خلي العلاقة دي ثرية كده وفيها عارفين زي ماتش الكورة ماتش الكورة لو فريق واحد اللي بيلعب هيبقى الماتش ممتع لا لا ما يبقى فيه حد بياخده وحد بيقطع عليه وحد بيهاجم وحد بيدافع ففيه أكشن في حياة فهي الحياة الضواجية كده أديله وبعدين يعمل موقف وبعدين يرجع يرد عليها بعدين أعمله فيبقى الموضوع اللي هو روح فالنهاردة بقى هنتكلم عن إيه أول إزازة أنا بشوفها قبل أول إزازة فيه واحدة كتبة أنا طبعا هنركز في التعليقات بعد شوية واحدة كتبة اسمع يا زوجي المستقبلة لو أنت قاعد معنا في اللايف اسمع عشان لما تتجوزني تبقى عارف عجبتني وانت كمان اسمعي تخطط البعيد دخلة يعني ما شاء الله عليها طيب أول زجاجة كده وبالخط العريض هي زجاجة التأمين والحماية يعني أنا بحس أن الرجل هو الحامي نفسية الرجل كده أنا ما بيحس أنه أنا إيه كده أنا بحمي حامي جاي منها حامش ولا يا حامي من الحماشة معرفش معرفش شوف وسأل بتقول لغة فأنا لما بحس أن جوزي يقول لي عادي يعني ما تروحي لوحدك وانت هيجرالك إيه أو أنا مثلا أخرج واتأخر وما يسألش عني أو أن أنا كنت عبانة وما يهتمش حطه تحت دي عشر خطوط أو أن أنا مثلا في الظروف زي اللي إحنا فيها دي يا عم عقم إيدك يا ست يسيبيها على الله يا عم يلبس ماسكة ما تعرضناش للخطر يا ست يعرفش إيه ده بيبقى عند الست صدمة لأن فكرة ده أنت اللي بتحمينا يبقى أنت اللي بتعرضنا للخطر مثلا مثلا لما تكون هي ركبة العربية هو بيسوق بسرعة جدا ده بالنسبة لها بيضرب لها حاجة كبيرة جواها لأن أنت المفترض اللي تكون إحنا وإحنا معاك بتحرس علينا أكتر فلما تحرس علينا أكتر بدل ما تعمل ده تبقى بتخاطر بنا أو مثلا يكون هو لما بيجيله فلوس بيبدأ يصرف بشكل عشوائي جدا 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 من غير ما يحط في اعتباراته أن لا ده أنا عندي أطفال عندهم مصاريف مدارس ممكن تبقى بعد ثلاث شهور أو عندي مثلا مراتي هتولد أو عندي احتياجات بيت لا ما هواش مركز في فكرة تأمين الأسرة اللي هو مسؤول عنها فمن أكتر الأزيز عند المرأة هي فكرة التأمين والحماية ولكن الست اللي عايشة في أن جزها هو مصدر الأمان هتلاقيها مهما الزوج عمل تأمين وحماية مش هتشوفه لكن لما هكون هي عارفة أن الزوج هو سبب كده ربنا بيجيبه في حياتك علشان يوجد لك حالة الأمان اللي هو المصدر الأساسي بتاعه ربنا فاعتها أنت هتبدأي تشوفي التفاصيل الصغيرة هتشوفي جوزك وهو نازل بيقفل مثلا الباب الليل أو بيقول لابنه حاسب أحسن تقع فيلي الشباك علشان ما يبقاش الولد متعرض لخطر هتشوف دي كلها هي عبارة عن رسائل وحماية وحفظ من رب العالمين جاية عن طريق زوجها فالأمان موجود وأنا بحب أني زوجي يكون سبل من سبل توصيل الأمان من رب العالمين لي لكن لو أنا قلت بدم هو مش بيديني الأمان فأنا في خطر بقي هنا في خلل وتأكدي أنك هتعود يتلف في دايرة مغلقة كتير بتدوري على الأمان والحماية من الزوج ولكن الدايرة دي ما بتنتهيش بتفضلي دوري على حاجة ما بتلاقيهاش صح الكلام يا رجل؟ صح الكلام كمال جميل كلام جميل بوجلي طنطن في رمضان خليني أسألك سؤال أول لو الراجل فعلا عبل إزازي عند الأنثى ودالها الإحساس بالأمان هي بتحس أنها عايزة تعمل إيه وبتعمله إيه في المقابل بطريقة لا وعية بنسبة لها؟ هو عادة يعني مثلا في الظروف اللي احنا فيها الحكومات أو قائد رئيس الدولة بيأمن شعوبه دلوقتي فتلاقي تلقائيا حالة امتنان وحب وتقدير طلع لولي الأمر لأنه بيأمنني فنفس القصة هتطلع زوجي خايف علي زوجي بيهمه إن احنا نكون في أمان هلقيني تلقائيا حالة حب كده مش الحب بقى مش بتاع القلب اللي بيدق بسرعة والعينين اللي معرفش إيه والأغاني لا حب اللي بجد اللي هو هذا الرجل أنا شايفة إن له دور مهم ورئيسي جدا في حياتي لأنه هو من أهم مصادر الحماية والحفظ في حياتي صح طيب وانا مكنتش مركز معها بس صح اي صح وطلاص طيب بمركز في حاجات تيكنيكا لشوية فكنت في المهم أنا هتكلم من وجهة نظري إيه اللي الراجل المفروض يكون من وجهة نظره هو حاسس إنه هو هيخده من الأنثى وهتكون فعلا حاجة بالنسبة له مقدرة وذات قيمة من ضمن أهم الحاجات اللي الراجل بيكون منتظرها من الأنثى الثقة والموضوع ده مهم جدا فوق ما تتخيله وللأسف الشديد هو من أكبر الأعمدة اللي بتدرب العلاقات الزوجية الراجل إن لم يستشعر أن الأنثى وثقة فيه هيبقى هتبقى هي آخر اهتماماته هو عنده فطرة طبيعية كده لما بيلاقي حد واثق فيه بيدي له كل حاجة ممكن يهتم ويساعد ويدي ويعمل ويحمي ويطلع كل اللي عنده وبيبقى بيشتغل من قلبه ومن غير ما يحس لكن أول ما يبدأ يحس أن الأنثى مش مهتمة تاخد رأيه يعني ما بتسألوش مثلا في حاجات خاصة بيها أو يحس أنها شكة فيه وبتدور وراه أول ما بيحس بكده بتبقى هي زي ما قلت آخر اهتماماته ويبدأ يدي الاهتمام للناس اللي مديينه الثقة هنا عايز أأكد على جزئية مهمة أن الثقة لأن ده موروث متداول وهو خطأ نفسي فادح أن الناس بتقول أنا ما شفتش منه اللي يخليني أثق فيه أو أن أنا لازم أتعامل معاه شوية عشان أبني الثقة فأنا عايز أقول هنا معلومة قد تكون مفاجأة لبعض الناس أن الثقة لا بتبنى ولا ينفع تشوف حاجة من الآخر علشان تثق فيه يعني إيه؟ يعني لو دخل الشك عمرك ما هتبني الثقة أو عمرك ما هتبني الثقة سواء طبعا راجل أو ست ولكن هقول حتة ركزوا فيها بالله عليكم لو أنا راجل عملت حاجة غلط وفعلا أخطأت والأنثى جات لي وقيت لي بص أنا وثقة فيك وعارف أنك أكيد في حاجة مثلا عملتها غصب عنك ضعفت ما عرفش مين بس أنا وثقة ووثقة أنك إن شاء الله هتبقى أحسن وكهتعمل كذا وكذا أي إن كان تفصيلة الموضوع وهو حس إنها هددت له الثقة من الأول بيبقى بمنتهى القوة بيحافظ على الموضوع وبيشتغل بصورة أروع مما تتخيل وفي نفس الوقت بيبقى بيتعامل بحالة من الحب والقرب وعطاء غير طبيعي وركزوا كده وفكروا في العلاقات اللي بينك لما كان الراجل مثلا ودي بتحصل كتير في المشاكل الزوجية نفترض راجل بيعمل حاجة غلط ومش عايز الزوجة تعرف هو ليه الراجل بيكون بيحارب بكل قوة إنها ما تعرفش من غير ما ياخد باله بيكون عاوز أحافظ على الثقة حتى لو أنا غلط مش عايزها تفقد الثقة فيها ومش عايز تعرف أه عشان تفقد الثقة فيها عشان صورتي عندها ما تتهزش فبيكون بيحارب بقوة عشان يحافظ على الثقة دي لو هي بقى عملت فيها الذكر اللي فاهمها وتعالى هنا وبتعمل إيه وانا فاهم كل حاجة هي خربت الدنيا بغير ما تاخد بالها وضربت حاجز قوي جدا وفضت الإزازة بتاعت الثقة فستجني تبعات سيئة جدا من الموضوع ده من غير ما تاخد بالها من غير ما تاخد بالها الحاجة المهمة التانية إن أول ما أزاست الثقة عند الراجل بتتملي من الأنثى بيديها حماية ورعاية ودفء وحنان فوق ما تتخيل وده للأسف اللي بيحصل كتير وشفناه في جلسات كتير إن بتلاقي الأنثى اللي هو متجوزها أو الزوج اللي هو متجوزها مش مدياله الثقة وتلاقي واحدة تانية بيتعامل معها مدياله الثقة فتلاقي بيهتم بالتانية أكتر بكتير من الأولى وهم مش فاهمين في إيه حتى سعاب يبقى جايب يقول لي أنا معرفش بحس إن أنا عايز رغم إنها أقل جمال من مراتي والحاجات الخارجية أو المظهر الخارجي بالنسبة لها مش زي زوجتي بس أنا بحس إن أنا عايز أساعدها وعايز أعمل لها وعايز أدلها وبيكون الموضوع ثقة وهو مش واخد باله فانتبهوا عشان إذا استثقى عند الرجل مهمة جداً وهكرر الثقة لا تبنى وإنما الثقة هي اللي بتزبط العلاقة مش العكس تبقوا لي رأيك بقى في الله هقول ده في نظرية بتقول إن عندما يعطي الرجل الرعاية يحصل على الثقة وفي نظرية تانية بتقول عندما تعطي الأنثى الثقة هنقعد بقى نشوفي بالأول يحصل على الرعاية لا لا بالعكس خلي بالك كويس قوي إن ده حاصل إحنا هنا مش عايزين نقعد نقول البيضة ولا الفرخة البيضة ولا الفرخة أنا هعطلقوا القاعدة الأساسية اللي دي هتخليكوا دايما منتبهين وبينبهك بالضبط إيه المشروع فيه طيب تعالوا نعملها لعبة إن لو أنت رجل وعرفت إنك عايز تعيش في ثقة مع زوجتك اعطي رعاية ولو أنت ست عايزة تستشاري الرعاية من زوجك ادي ثقة طيب ما هي أنت قلتها بطريقتك بس أنا أقولها بطريقتي إن الأكثر ألما هو الأكثر مسئولية يعني لو أنت يا أنثى متقلمة ومتدايقة عشان مش واخد رعاية معناها المفروض إنك أنت يتبذلي جهده أكتر وتدي ثقة أكتر ولو أنت يا راجل متدايق وزعلان ومخنوق إن زوجتك مش مدية ثقة معناها إن أنت مهم تدي رعاية أكتر علشان تاخد منها الثقة فالأكثر ألما هو المفروض يشتعى على نفسه أكتر ويدي عشان ياخد المقابل اللي هي القاعدة اللي ربنا أدهنا في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طيب الإزازة اللي بعد كده إيه اللي الست بتحتاجها؟ الفوريشن ده بيأثر عندك أو إيه؟ اللي هيبعت لي يا جماعة مسيج على موبايلي أنا هوا هاكانسل هاعمل لك بلوك 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 في واحدة اسمها سامر سامير بتبعات لي مسيج لمي نفسك ما عرفش مين دي والله فخلاص بقى قلنا أنا هوا وهكانسل لك هعمل لك بلوك لما خلص أمعرفش أنت مين مين سامر ساميرتي يا دكتور أحمد هعمل لك بلوك يلا تاني زجاجة أساسية ورئيسية عند الست هي إيه؟ هي الوضوح بدت لعحد مدير القناة والله عجب ما تزعليش أنا معرفش أنت مين والله بس أنا على الهوا وعمل لكوش هجي لي مسيج منك فأنا لسه مش هعرف أشوفها لما خلص فدق هقول يلا كملي بجد اه يلا الوضوح 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 في نظرية كده عند الرجل أن بلاش تعرف الست كل حاجة لأن ده هيجيب لك صدع والست بتحب تبقى فاهمة حاجة كل حاجة علشان ضحكوا عليها وقالوا لها لازم نبقى كتاب مفتوح لبعض لا هي كده ولا هي كده هي من النص أنا بحب أن أنا وجوزي نقعد مع بعض ونفكر الأيام الجاية نويين علي عايزين نعمل إيه؟ بنخطط إزاي لأولادنا؟ بنخطط إزاي لمستقبلنا؟ ما عنديش مشكلة أن هو يخرج مع أصحابه برحته ويبقى يقضي وقت طويل برا البيت وما يقوليش هو إيه؟ بس ما يبقاش في حالة متعمدة من التخبية أو التغطية كأن أنا بحمي نفسي من أن أنا عرفك تفاصيلي علشان كأني ببني حاجز بني وبينك هو الأصل أن الست يديه لهم ساحة كبيرة من الحرية لكن أنت كمان وإنت بقى واخد حريتك ما تبقاش بتتعمد الغموط خليك واضح لدرجة أن لو أنت عندك مشكلة في تصرفاتها كن واضح وروح قول بصدق أنا شايف فيكي واحد اتنين تلاتة أربعة أنا عايز كذا 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 إيه رأيك لو تفهمنا على أن أنا يتغير فيها كذا ويتغير فيكي كذا الدنيا واضحة يا سيدي بطلت تحبها خليك واضح يا سيدي عايز تتجوز خليك واضح حالة الست لما بتحسد أن بيستخفلني إيه اللي بيحفل بقى في المقابل حاجة من اتنين يا بتقولك خلاص إركن الراجل ده عرفه وخليني ركز في نفسي وبيتي وحياتي ويقل جدا الاهتمام يا إما بقى قرون الاستشعار بقى بتاعة الستات العالية جدا تبدأ تشتغل فتبدأ الدعباسة في التليفونات وتبدأ الدعباسة في أنها تعرف أصحابه وتدخل على أكاونتات سوشيال ميديا تبدأ ترمي ودانها على الباب لهو قافل القوضة ليه؟ لأنها مستشارة أن في أفلام كده بتتطبخ من وراي فحلوة قوي نقدم ثقة حلوة قوي نقدم حرية ومساحة كبيرة من الخصوصية وكمان أرجوك يا أيها الرجل خليك واضح لو أنت بقى عندك مشكلة مع الطرف الآخر بلاش نقعد نعيش سنين من الأقنعة اللي بتوصلنا إحنا بنبقى لابسين ماسك بس عارفين إيه اللي وراه فبلاش نلبس ماسكات وإحنا عارفين إيه اللي وراه وإحنا مش واضحين مع بعض فخليه نقعد نتكلم نقول نعبر أنا مدايقني فيكي كذا أنا مدايق من كذا أنا بزعى لما بتعادي تسأليني كتير وتعادي كأنك بتحقق معايا أنا بحب تكون عندي مساحة من الحرية أنا بحب أنا بحب الحالة دي بتدي حالة من الاطمئنان والهدوء عند الست فمن أهم الإزازات عند الست هي أي إزازات؟ أزايز أهم إزازة من الأزايز هي الوضوح وعدم الغموض موني كتبة قالت بيتوش سم العشاق الغموض آه الغموض ففكرة أن مش لازم نكون عارفين كل حاجة على بعض بس ما يكونش فيه التعمد لأن كل واحد قافل على نفسه عالم بتاعه وحطت حواجز بينه وبين الطرف الآخر صح يا دكتور؟ صح جدا وخليني أقول من وجهة نظر الراجل بقى ليه الراجل بيكون غامض؟ لأن من أعلى قيم عند الراجل أو الاحتياجات اللي هو عاوز يعيشها هي الحرية وأكتر حاجة بتضرب الحرية عند الراجل أنه يتم تصنيفه وكأنه بيتحبس في ركن معين أو حاجة معينة كده فيبدأ يتخنق وبالتالي كل راجل بتلاقيه بيحاول يخبي أو يتعامل بالغموض معناه أنه هو مش عايز أعد كل شوية أبرر عشان أحسن الصورة علشان ما يتحطش تصنيف ليه فبقى اتحكمت أو اتحبست في هذا التصنيف فالنقطة المهمة كمان لما تبدأ الست تضرب الحرية عند الراجل مغير ما ياخد باله أنت فين؟ هي على فكرة بتبقى تتعامل معها بطبيعية بتلاقي الأنثى لأنها تفصيلية يعني مثلا الراجل من ضمن سماته أنه هو شمولي يعني إيه شمولي بيتكلم بالعموم أنا خارج رايح مشاوير وهتأخر خلاص هي المفروض بقى تفهم وخلاص شكرا لكن الأنثى طبيعتها مش كده الأنثى تلعيب تقوله طب أنت هتروح فين؟ طب هترجع إمتى؟ طب هو أنت ليه هتخلص الشغلة الساعة كام؟ وباك هتروح فين؟ فهيبدأ هو عايزة إستنى بس أقول ليه؟ ها؟ عايزة تعرف تحضر اللي عشان الساعة كام؟ تنيم الأولاد إمتى؟ بتبني على المعلومات أنا كنت لسه أوضح ليه اللي بيخلي الأنثى تعمل كده والراجل بيفهمها إزاي؟ فالأنثى بتبدأ تسأل أسئلة أنت هترجع إمتى؟ طيب بعد كده رايح المكان الفلاني عشان تجيب لنا كذا من تجيب؟ هتعدي على فلاني فهي في دماغها خمسمائة ألف تفصيلة فالراجل يبدأ خلاص ماشي أوكي مش هعايز وجع دماغ بقى فهيبدأ إيه؟ بسرعة حاطت الرامي القنبلة وأنا هرجع متأخر الساعة كم عرفش إن شاء الله إن شاء الله فحتة مهمة كمان عايزين عايز أركز عليها كده إن هو لما يبدأ الراجل يفسر ده خنقة أو حاجة تضرب الحرية فيبدأ يستفز جدا وبالتالي يبدأ يحاول يخبي أو يلف ويدور أو ما يقولش عشان هتفتح سين وجيم وأنا مش فاضي دهوقتي أنا عايز أرجع أبقى رايق علشان يبقى مفيش فيه ضغوط أو مفيش فيه خنقة في البيت عايز أقول هنا جزئية مهمة كمان مهمة كمان يركز عليها بقى النساء إنك من حقك إنك تبقي عارفة لأن أنتوا في البيت شركاء من حقك إنك تبقي عارفة إن هو هيرجع الساعة كام من حقه إن هو ممكن يكون في حاجات مهمة هو مش عايز أو بيعملها مش عايز يعرفها لك خارج البيت ومن حقك أنت كمان يبقى في حاجات خاصة بيكي أنت بتعمليها يعني مش مهم هو يعرفها فمن الذكاء إن أنت بدلا ما تعود تقوليه وتروح فين وفين 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 حبيبي طب لو سمعت ممكن بس تعرفني على الساعة كام تقريبا كده عشان أبقى عامل حسابي فتبقى تدريجيا لأن الرجالة تعودوا دي للأسف من التربية بتاعتنا وأنا بعتارف بيها التربية الذكورية في المجتمع بتاعنا ودي تربية خطأ جدا إن تلاقي الراجل أو الولد بيتربى من صغره طول النهار بيخرج محدش بيسأله أنت رايح فين ولا جاي منين لكن الأنثى بيتحقق معها وليها موعيد رجوع معينة وموعيد كذا فهي تعودت على كده فهي بتتصدم لما تتعامل مع جوزها إن هو مش بيتعامل معها من نفس الدرجة دي في التربية أو اللي تعودت عليه في بيئتها فمهم تتعاملي بزكاء إن أنت زي ما قلتلي كده أقولي طب أنا خلاص عايزة بس أبقى عارفة تقريبا كده هترجع على الساعة كاما عشان أكون عامل حسابي لا أكملي جملة لآخر حبيبي إنت هترجع إمتى عشان أحضر العشاء فيفهم أنت بتسألي سؤالي حبيبي إنت هترجع إمتى عشان أكون كذا أنا كراجل ما بحبش تبريل خلي بالك عشان هيطلع لك حل لأ أنا هيكل برا النهاردة لأ أنا مينتي وانا مش حاجة فخليكي زكية اسمعيني بس يا ماما أنا راجل وبقول من وجهة نظر الرجالة ممكن نوضح النقطة دي أنا راجل من وجهة نظر الرجالة يستحسن ما تبرريش علشان هو لو لأف عقله حل المبرر بتاعك هيقولك لأ خلاصه مش هيجاوبك برضه فيستحسن تسيبيها عيمة وتقولي له أنا بس عايزة أبقى عارفة أفرج كنت ترجع على الساعة أنا تخانع على هوا دلوك يلا أنا شايفة إن هو بيبقى عند الراجل بشكل لاواعي بسبب ثقافة إن الشاب كبر على إنه متسبر اخته فأول ما حد بيبقى عايز يعرف إن راح فين وجاي منين بيبقى فاكر إن هو عايز يخترق حريته أو يتعادع بيقوم بدافع بسرعة بيقوم بسرعة واخد موقف دفاعي فأنا عايزة مش ببرر بس أنا عارف لما تدي شخص كده إحساس بتطمنه بتأمنه أنا مش عايزة أقولك ترجع إمتى ولا عايزة أفرض عليك شيء ده أنا بس عايزة أعرف عشان الأكل يكون سخن أو عايزة أعرف عشان زي كنا هنلحق مثلا نتفرج على فيلم سوا بالليل فهو بيفهم إن الست دي مش عايزة تخلقني ده الست دي عايزاني لما أرجع أكون واخد رعاية زيادة ومقدمي لي أحسن شيء فبتوصل للرسالة فالميكانيزم اللي هو بطلع بشكل لا وعي ده بيلم نفسه شوية وبيفهم إن مش لازم تطلع مع امراتي دي امراتي حلو في حد سائل سؤال هنا بيقول طب هو ليه بياخدها من موقف إن هي بتهاجم ما ياخدها مشاركة إحنا هنا يا جماعة بنتكلم على التربية السائدة في مجتمعنا بمعنى لو راجل دارس عشان كده دي ما بننصح إن يعني هقول كلمة أرصة ودن كده للرجالة والستات يعني هو معقولة تبقى أنتوا قاعدين مستنيين لايف يطلع عشان يقعد يتكلم معاكو في التفاصيل دي المفروض لو أنتوا فعلا عايزين تكونوا سعادة مستمتعين ابحث في دورات كتير معمولة عن السعادة الزوجية عشان تكونوا عارفين الكلام ده لكن أنا بتكلم على افتراض الراجل ما يعرفش فالراجل أول ما بيلاقي الست أوتوماتيك بتسأله بيبدأ يتحفظ من غير ما ياخد باله من غير ما يبدأ يفسر هو مش شايفها عدوه بس أنا مش عايز أقول فيلاقي جوه كده إحساس بعدين رايح مشوار غموض كده الراجل الغامض بسلمته هي في طبع موجودة عندنا بسبب طريقة تربية مش عايز أتعمق فيها كتير ولكن هي بقى دورها بزكاء تبقى فاهمة الحتة دي فتبدأ الأول بطريقة زكية علشان تعرف وبعدين تبدأ تفاهمه حبيبي أنا هي مين يبقى عارفة بقى بقى يا لأنا عشان يبقى عارفة أنت فين أنا بقى بحس بقى مطمنة لأن دي حتة برضو مهمة دي بقى هقولها للرجالة علشان الستات يعني يدعوا لي الست لأن الأمان عندها عالي على فكرة لكن لو مش عارفة هو فين دلوقتي أو هو دلوقتي بيكون بيعمل ايه بتبقى متلخبطة طب خدوا بقى عندكم الحتة دي رجالة وركزوا منها بقى ركزوا فيها كويس قوي عارف لو أنت يا راجل في الشغل بتاعك قمت بس فتح الموبايل وقال لها بصي أنا في المواصلات دلوقتي أو في العربية دلوقتي أو في الطريق دلوقتي بعمل حاجة بس جيتي على بالي فقلت بس أسلم عليك أنا هاوصل الساعة كذا أنت ممكن تخليها يعني تتنطط وتطير في السحاب وأنت مش مدرك أنها معلومة بسيطة معايا فهي بس بتبقى حاسة أنا عايزة أبقى عارف أنت بتعمل ايه حتى بعض الستات عشان الموضوع بيكون عندها عالي شوية أمش عرف ده كالت فتخلت في الستات اللي موفودة تقولي الكلام ده بس أنا يعني جات في زيني فأقولت أقولها عشان دي مهمة ما يفعش تتنيسي يعني بتبقى ساعات من كتر ما هي عايزة تعيش معاها في الحالة اللي هو فيها وتتخيله لأنها الخيال عند الأنثى عالي كمان شوية طولة بصور لي نفسك عايزة شوف أنت فين بتعمل ايه هي بتقولها بحب بس يقول الراجل أفش نعم صورت إزاي هي بتبقى عايزة تحس أن أنا معك أنا متواجدة معك دلوقتي معايا وبالتالي هي بتعملها بحالة من الحب والقرب مش لازم يعني جاوز ورلي نفسك ده مقزمتش قوي راجع عليك بالليل صح بس أنا بتكلم ان ساعات بتحصل من النساء فمهم يا راجل تفهمها وطبعا ستات ما زودوش فيها قوي عشان كده يعني سأقول لنفسك فيه إيه هي طبعا ناسي عمرها ما قلتها بس بتحصل ساعات بنشوف في الجلسات فعلا عايزة أبقى معاك أشوف أنت بتعمل ايه انتوا عاديين بتكلم تقول لنفسك مع فوزة العيلة أو بتعملوا كذا بتبقى فيها حالة هي بتكون عايزة تحس بقرب تحس أن أنا معاك لأن الأنثى الأنثى بطبيعتها عايزة أقول إيه اجتماعية بتحب العشرة فتبقى السكن عندها عالية وهي سكن فعلا وبالتالي بتحب العشرة بصورة رائعة فكوني ذكية يا أنثى ادي له حرية حسسيب الحرية قولي كلمة أنت حر كتير هتاخدي منه كل اللي أنت عيشها والله براحتك بس بتقالش كده خلني أقول نكتة في الحتة دي براحتك مرة مرة في الكورس ده بالذات بشكل كان أمتى تقيمة 2012-2013 واحدة كانت حضرة معنا وبعدين كنا بنتكلم عن في المشاكل الزوجية أحياناً الزوج بيكون بسبب التربية وده غلط عارفين ما قولت يا فاشل يا فاشل يا فاشل هو الأب بيقول لابنه يا فاشل قال يعني عشان إيه يحس عدمه يقوم يذاكر معين ده كلام سلبي فكراً بنتكلم إزاي لو بنسمع كلام سلبي من الطرف الآخر للزوج أو الزوجة أو في التربية نتعامل معه إزاي فإزاي ما بقاش واخده على أعصابي وما اعتبرش إن هو بيحبطني فقوم تقيل ممكن بزكاء يا زوجة تسألي تقولي له هو أنت عايز تحبطني أنت عايز مثلا تكسر ما قدي في هيومي لك لا والله يا أنا قصدي أساعدك وقصدي كذا هتقومي أوتوماتيك سامعة منه الكلام الإيجابي راحت واحدة سحبطنا حضرة الكورس معنا راحت رايحة وبعدين جزء مش حايف يوميها بالليل بيقول لها إيه قامت له قفل كده هو أنت عايز تحبطني قال الله أحبطك وأحبط اللي خلفوك كمان يا ييلة الأدب إيه اللي بتقوليه ده هيطلو أحمد أخ خمد عمره على التيد خد نشاتين في الآخر فأحيانا طريقة الكلام طريقة الكلام والbody language واعملوا سيرش كده على علم الكلام وتعلمه عشان طريقة الكلام ممكن تغير المعنى تغير المعنى تماما إن أنا ممكن أقول لحد هو أنت عايز تحبطني هيقول لي طبعا بالعكس هايز أحفزك أو وأنت عايز تحبطني هتلاقيه فجأة عمل أسد وقام هاجم عليها فالطريقة بتقلي بعكس فخليوا لكم من علم الكلام تفضليوا أنا شايفة بأن أنا ممكن أخذ من النقطة دي حاجة مهمة قوي لما أنت قلت وأنا كده في الطريق سجلت لها وقلت لها أنا في الطريق راجع هو أو جيتي على بالي قلت أما أسجلك أو أبعط لك هاخد من دي حالة لها مسميات كتير فكرة الاهتمام أو التودد أو الأنس أو أن أنا حسد أن أنا مرغوبة بس مرغوبة عند الستات مش بمعنى أن أنا مرغوبة جسديا كأنثة بقى في العلاقة الخاصة لا مرغوبة في حياتك بشكل عام يعني أنت راجع من برة عايز تقعد معي عايز تحكيلي عايز تاخد رأيي عايزني أكون شركتك في تفاصيل يومك عايز لما تتفسح تتفسح معي عايز لما تسافر تسافر معي ومقصودش هنا أن أنت أنا وبس بس أنا موجودة أنا ليه يا مساحة أنا أنت بتحب تشركني فلا أنا فيه فيلم حلوة قوي عايزة تفرج عليه بس مردتش تشوفه غير لما رتب معاكي نشوفه سوا أو أنا مثلا ده أنا فيه فيديو حد صاحب يقال لي عليه بس قلت بلاش أشغله غير لما تبقي معايا الحاجات دي بتاعني كتير قوي عند الستات هم بقى بيسموها اهتمام نسميها أن أنا يكون فيه علاقة صداقة يعني يكون جوه علاقة الزواج علاقة من القرب اللي فيه حميمية وودة كده فإن استات بتحتاج أن أنت ممكن تكون قاعد وبتتفرج على حاجة على الموبايل لو أنت قمت أقيلها ما تيجي تتفرجي معايا ده الفيديو ده لطيف قوي أو أنت قاعدة بتشتغلي طب ما تجيبي الكمبيوتر بتاعك وتعلي عودي جنبي هنا على الكلب لا لا أقولكم حاجة تانية أنا بحب أعملها دايما وأنا بعترف بها على الهواء لما بكون بأكل أي فاكهة ولقيت عماها حلو ولقيت عماها حلوة لازم تدوق من نفسها بتبقى طعمها حلوة بحس أن عايزة تشاركني معايا نفس الطعم فبيعمل حالة من الود والقرب رهيبة تركمتها قدام لما أنا ألاقي أن الفكهة الحلوة اللي كانت عجباة قوي قرر أن يديني منها قطعة معناها أن أنا عزيزة وغالي عليك تلقائيا بتطلع مشاعر أن أنت حاجة مهمة قوي عندي أنت غالي علي اللي هي مع العمر بقى لما نكبر بنسميها العشرة اللي يفهموها قوي الستات والرجال الكبار اللي بقى لهم مع بعض عشرين وثلاثين سنة تقولها حب إيه يا بنتي تعيشرة العمر هي كلمة دي بتيجي بقى من تركمات المشاركة في أبسط التفاصيل ما نلزقش ما نفردش نفسنا على بعض ما نبقاش يعني أنا وإنت كيان كده ملتصق لازم نبقى طول الوقت قاعدين بنعمل نفس الحاجات لا بس هي طاقة بتتحس وبتتنقل للطرف الآخر أن الآخر مهتم أن نكون بنقضي وقت مع بعض ونفس فكرة الكواليتي تايم اللي مع الأولاد مع الزوج والزوجة هي مش قصة عدد ساعات ولا قصة كم حاجات بنعملها مع بعض ولا بنعود نتكلم كتير مع بعض هي حاجات صغيرة قوي بتطلع حاجة بتكون حقيقية جوه القلب زي الرسالة اللي في الطريق أنا جتي على بالي فقلت أما اسأل عليك أو أنا مثلا دلوقتي فشفت مشهد حلوة قوي فقمت مسور مثلا وقمت بعيد لها شوفي الحاجة الجميلة اللي أنا شايفها شايفها اللي معرفش مين صاحبي لسه أي اللي حاجة دلوقتي يمتحكاني لا ننسي بقى ساعات بتعمل حاجة مهمة أوي بتهاجبني إنها لما تبقى عايز تاكل أكلة بمزاج تقولي لأ أنا هستنى عشان نطلع نأكل مع بعض ما أنا ممكن تكون برا وممكن تبقى عايزة تروح تاكلها طب يلا عشان نطلع سوا نقضي مع بعض في المطعم ده الفلاني علشان نقضي نفضل نأجل لغاية ما نرتب معادي يكون هو موجود علشان ده اللي إحنا ستتات دايما بنتكلم عنه ونقول الاهتمام ويجي الراجل لما يقولك أنت مش مهتم بيه ولا مش مهتم بيك إزاي هو فاكر بقى أنه هو مثلا علشان بيزرف على البيت أو أن هي لو تعرضت لمشكلة اهتم بيها لا هي تقصد ده إن أنا أنت بتحسسني إن أنت عايز تشاركني الوقت بتاعك وأنا علشان أنت عندك الرغبة دي مش هتلاقيني خنقاك ليه لإن أنا إزازتي بتتعبى الإزازة هتدلدأ بعد كده لا أنا عايزة بس يبقى عندنا القدر اللي يشبع الزجاجة دي وتعيني بأكد طب لهو لو ما عملش ده أنا هتضمر ونهار لا اكتفائك بذاتك واستمتاعك بوقتك لوحدك هتلاقيه عارفين زي اللي بيحس بإيه أنا لو أنا مثلا إحنا في الجروب بنات صحاب وبشوف إن في بنت من الجروب ده دايما إيجابية وبتضحك وأفكارها حلوة هتحسن أنا عايزة روح أعط جنبها واتحب عليها واتكلم معاها أو نفس الكلام بيحصل مع الزوج خليه يتحمس إن هو يعمل ده معاكي إزاي بيرواقانك بمزاجك الحال وبتقطج الجميلة لكن لو لأن كل ما يقرب هيلاقي إن بعاتب بأنب بانتقد هيقول يا فكيك فإحنا كستات بنحتاج الود والأنس والحالة المشاركة وإن أنا مرغوبة كده إن أنا أكون في حياتك وفي المقابل كمان إنت تاهد من دماغي بسمنا الرحمن الرحيم في المقابل إن أنا كمان أبقى مقدر الموضوع ده وأعرفه فأتعامل معاه بطريقة بسيطة مش باخده على إنه لود أو حمل هنا برضو عايزة أضيف حاجة بقى من وجهة نظر الراجل ويا ريت يا بنات تركيزوا فيها كويس أوي 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 من كتر مشاهدة الأفلام والمسلسلات الرومانسية المبالغ فيها اللي هي لا يعني مش عايزة أقول إنها كذب ولكن هي بتبالغ وبتجيء بتبين جانب واحد فقط من الحياة وتحسس الأنثى والشاب كمان إن الدنيا كلها وردي وجميلة وحالمة وبيجروا مع بعض على الشط ولا يمكن يزعلني أبدا والكلام ده فتبدأ الأنثى غصب عنها تبدأ تستشعر إنها هتموت وتعيش المشاعر دي بتبقى مستمتعة جدا 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 بحالة برضو نانسي بتواشفش في المايك ما عرفش يا قلتي المهم ف يعني مش هتسمعوا فالمهم ف بتبقى الأنثى في حالة من الاشتياء واللهفة والشح ده بنسميه شح النفس إن أنا نفسي بقى حد أعيش معا الرومانسية دي حد أعيش معا الحالة دي فتبقى في حالة يعني نفسها كأنها فقيرة جدا للحب وللاهتمام ولأنها تسمع كلمة بحبك والكلام ده كله يوم إيه اللي حاصل بقى؟ حالة الرغبة في الأنث وحالة العشرة دي تزداد عندها جدا 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 لغاية ما تقوم خنق الراجل خنق يعني إيه؟ عايزك كل شوية يكون معاك بتعمل حاجة رجلة على رجلك نسافر مع بعض نخرج مع بعض هو أنت كل شوية تقعد تنتقد 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 يقوم الراجل يبدأ يتخنق ويحس بحالة من النفور وركزه معايا علشان بعض الناس فاهمين الحتة دي غلط فيقولك إيه؟ يا ست الراجل ما بيحبش الأنثة اللي مدلوقة اللي بتقوله كلام حب كتير اتقلي وخليكي عقلة كده واتقلي الكلام ده شكله صح بس هو مش صح ليه؟ هو الراجل بيحب يسمع كلام حلو اللي قولك يتمنعنا وهنا الرغبات أيوة يتمنعنا وهنا الرغبات والكلام اللي بيطلع كتير ده لا الراجل ما بيحبش الأنثة اللي عايزة تاخده بالحضن مثلا عشان تسحب منه الطاقة لأن بتبقى هي في حالة شح فتلاقيه لما يبقى بياخدها بالحضن بيحس إن في حاجة غلط حصلت فينفر منها وحتى بصوا كده ساعات بقول للناس دايما لما تبقى في حالة شح أو انت يا راجل في حالة شح جرب تاخد طفل بالحضن علشان تشحن منه وترتاحه وتبقى مستمتع هتلاقيه فجأة بي إي 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 وعايز يبعد ويجري ليه؟ لأن إنت في حالة شح أو أنت في حالة شح وبالتالي كل ما تبقى هتموتي وتخديم الحضن هو هينفر منك أكتر ولكن عشان أخرج من الحالة دي لا انا عايزة اخده بالحضن عشان اشحنه عشان اخليه كون مرتاح وسعيد والراجل كمان يعمل كده انا عايزة اديها حضن عشان هي كمان تكون سعيدة فانا رايح بنية اعطاء الطاقة هاخد انا منها اكتر وبالتالي هتلاقيه كل شوية اه وحشني حضنك قوي او وحشني عود اتكلم معك قوي لكن لما تكوني في حالة شح واحتياج شديد وبالمناسبة حالة الشح دي انا هقولها بسرعة ممكن ابقى نفصل فيها بعدين في حاجة تانية اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن اللي هو موضوع يعني شائق شوية ناس كتير مفصلين وغلط هنعايز اوضوح هنا بصورة سريعة اللي هو موضوع النشوز حالة النشوز في القرآن فيه في القرآن كلمة نشزة معناها لزقة دلأسف بيفصلها تفسير انا مختلف معاها موضوع انه هو عدم سماعان الكلام وساعات مرة في ساعات بعد رجال يجو لي في الجلسات يقول لي انا بضربها اصلاها ناشز اقول له جد هو اللي بينشز لازم يتضرب يقول لي اه طبعا وربانا لأمر بكده اقول له طب ولما الراجل ينشز اللي يعني ايه يعني او مرة في حياته يسمع ده الراجل بينشز طب ما في القرآن في حالة نشوز وربنا حط لما الست تنشز تعمل ايه والراجل ينشز تعمل ايه ايه ده وينفع ينشز اه فهتفسرها بقى سمعان كلام ولا هتقعد بقى بمزاجك تحرف لما الست تغير المعنى والراجل تغير المعنى فحالة النشوز دي حالة نفسية معناها حالة اللزقة وبالتالي لو الراجل هو اللي بيلزق الست لازم تدخل حد غريب في النص ويعود يتنقشه لكن لو الراجل لو الست هي اللي بتلزق ابعد عنها عشان تتعود او اهجرها عشان تبدأ الموضوع يقل تدريجي وتبدأ يفك وتبدأ اللزقة دي تبقى خفيفة عشان تبدأ وتتعامله مع بعض بصورة رائعة عشان كده هتلاقي الامر بالنشوز في القرآن دي راجل وست مختلف بحسب طبيعتهم النفسية ونزقت الست في الرابل طول الوقت بتخسرها حياتها صح انت تابع كده لان حد يعمل حياته ويبقى عنده حياة وانت ما عنكش اي حاجة ليه انا بعمل لواحد حياة مستنية يرجع علشان يقعد جنبي طب وانت فين حياتك فين انت المعنى بتاع حياتك والحالة اللي انت بتقدميه فحالة الالتصاق احلى شيء ربنا عمله ان فعلا الست لما تكون كده هي في حالة ممكن تكون ده مرض نفسي محتاجة صدمة قوية انها تتساب لوحدها عشان تفوق فيبدأ يبقى عندها اعتماد الصدمة القوية دي بقى اللي اسمها في القرآن ضرب اللي فسروها بقى ان نمسكها دلها على الاسف الله دي فوقي فوقي الحياة مش انا بس الحياة حاجة كتير اوي حلو طيب انا بشوف كمان ان من اهم الازيز اللي عند الست هي فكرة ان الراجل بيلاقي الست وهي مبسوطة الله روان بقى ودلع وناسة زي ما بيقولوا في الخليج لكن لما يبدأ يبقى عندها مشكلة متهيئة مخنوقة انا بسبيها الهب عامد اوقات اقول بقولك يومندل الهب عالية فهو يبقى فاهم ان كل تصرفاتي طالعة من منطلق الهب اللي هي الهب دي اللي هي اللا منطق مرة بعطيت لي مسجل حد بعيد لمرة بقول لها بقولك ايه هرمونات ولا بجد فهي الست عايزة الراجل لما تكون هي مش في حالة طبيعية ما يعودش بقى يقول لها اصل الصح والغلط والمفروض تعملي هي مش في حالة صح وغلط هي في حالة من عدم التوازن والله لما تيجي الهب ولا صح ولا غلط بيبقى صح وبيطلع غلط برد ما فيش منطق في الموضوع ممكن تكون فترة حملة وقلة نوب ممكن تكون فترة اهتمام بطفل واول تلات شهور ضع ممكن تكون مسئولية جبيرة ممكن تكون قلق على حد من اهلها الست المشاعر عندها غلبة ولما المشاعر بتغلق التفكير المنطقي العقلاني بيطفي واكتر واحدة بتحس بنفسها الست بتبقى عارفة ان اللي بعمله غلط بس ما تنقشنيش متعرفنيش صح من الغلط خدني بعابة لي كده دلوقتي والست بتعتبر ان ده سند ان وقت ما انا زعلانة او مكسورة او حاسة بان انا مجروحة او حاسة ان في حاجة تعباني وضغطة علي لقيت السند اللي هو مين مش اللي قاعد يعلمني صح من الغلط ويقول لي انت غلط دلوقتي لا اللي يخدني ويطبطب علي ويحضوني ويقول لي ايه دي هنبقى كويسين كل الدنيا هتبقى بخير ان شاء الله الفترة الجاية احسن الحالة دي بتأثر جدا جدا حالة عدم التوازن عند الست بترجعها بسرعة لانها ايه ده صحيح ما كذا 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 وترجع تعيشت حسابات ما تخديش بقى عدم سنده لانك تطولي قوي حالة عدم التوازن خليكي وعي بنفسك ان اه انا وقع عشان عارفة ان انا اليومين دول مضغوطة شوية تقتي مسحوبة حالة الاتصال عندي اليوم اليومين دول مش في اعلى حالتها مع مصدر القوة الاساسية رب العالمين فانا عارفة ان اه حالة الضعف او الوهن اللي انا فيه دلوقتي بسبب عدم اتصال فانا محتاجة اه لزوج زوج يسند علشان ارجعش بسرعة اتوازن افوق كده لحالة الوعي وارجع انطلق تاني وادخل التراك فالستات دايما بيعلقوا على فكرة طول ما انا كويسة هو كويس لكن لما انا اطلخبط وابقى مش متوازنة يقلب علي وابقى مش عجباه وانت الغلطانة وفوقي بقى وانت هتستهبني انت طول الوقت ارفانة انت بتشتكي على طول وهي فترة سوء تصرفه معاها وهي علشان بتفضل معولة على ان انا يالفيش هتتحط هنا يا بلاش الفترة بتطول قوي فهو يبدأ يحس ان ده السلوك العام بتاعها لكن هي حالة من عدم التوازن خبه وانت روحي كده وسمي اقعدوا تكلموا مع بعض وحطوا مسميات جوه البيت وانه معلش بس الحبه اليومين دول عالية فانا عارفة ان انا ممكن اكون مش مظبوطة تستحملني خليت جنبي بس اليومين دول ما تعودش تقولي الغلط والصح اهدى علي كده احضن طب طب تفهم هنعدي ده وبعد كده بقول اللي انت عايزه بعدين هو هتلاقيه ايه ده اه ايه الكلام اللي بتقوله ده صحيح اسندها اليومين دول اقول لها كلام ايجابي احساسها ان انا موجود معها وفي ظهرها هتلاقيها بسرعة لملامت نفسها كده ووقفت على رجليها بسرعة صح الكلام صح الكلام كلام جميل هبب ثابت الرجال عندهم هببه ولا عندهم اه عندهم هبهيب مش هببه بس ربنا ان اوليك الهبهيب تعاكم عندهم هبهيب بس انا اعتقد ان هباهيبكو بتطلع بسبب الستات لا لا الستات عندهم الهبه دورية في اوقات معينة بقى فيها هببه وفي اوقات تانية هببه اه موسمية ففيه هوبة بتبقى عارفة انت كده هوبة العيال بتبان بسعب ببين في حاجات كتير هوبة حاجات معينة بتحصلها انا وصباح الخير محاجش يكلمني انا محاجش يكلمني النهار ده لكن الراجل ممكن تبقى الهوبة على حسب بقى الاحداث اللي عنده في الشغل بتاعه او تفاصيل الحياة او مشاكل عائلية ودي كل واحد بقى وحسب البيئة عنده عاملة ازاي في حد برضو عنده الهباهيب كتير كل يوم في مشاكل ودوامة بيحاول يخرج منها وفيه بعض الناس منهم بتبقى الهوبة بتجيله لما يحصل مشكلة كبيرة جدا في الشغل وخلديني بمناسبة الهوبة عايز اقول حاجة مهمة بتبقى من الاحتياجات المهمة جدا عند الراجل لما يكون فيه مشكلة كبيرة بيبقى عايز يقعد مع نفسه يفكر عايز يقعد يفصل كده ومش عايز حد يتناقش معي وهي بيبقى احتياج لانه حاسس ان فيه لخبطة كتير وعايز يفكر فيها بعقلانية فمش عايز اي شيء عاطفي الراجل على فكرة عند المشاكل الحاسمة او الكبيرة بيبقى بيفكر بعقلانية شديدة فعاوز يقعد مع نفسه يهدى علشان يفكر احيانا دخول الانثى بيبقى فيه سترس او يبقى ممكن يكون مش عايز يخوفها مش عايز يدلها حاجة تحسسها بقلق او تخلي الموضوع المفعالي عاطفي فتلاقيه عاوز يهدى شوية لغاية ما يبدأ يلاقي حلول والدنيا توضح ويشوف الطريق قدامه بقى سالك تقول الهبطة فاخمت عشان كده لازم الانثى تبقى مقدرة ان الراجل بيحب يعد لوحده ده احتياج مهم قوي هو عكسك ومختلف عنك الانثى لما تكون في مشكلة كبيرة وعندها سترس بتحب تقعد تتكلم فهي بتفكر بقى ان الراجل لازم يكون كده معين الراجل بالعكس لما يكون في مشكلة او في ظرف بيحب ينعزل ويقعد ساكت ممكن يقعد في قط ويقوم كامل يقوم ما يخرجش او ما يتكلمش مع حد طول مية ساعتها تتنرفز وتنفعل وتزود هوبة جديدة فانت ما بتتكلمش معايا ليه طبعا بتحكي ليش ليه ما بتقول ليش ليه وتبدأ تتدايق وتزعل وتفسر على انه مش عايزها او مش واسق فيها او مش عايز يتكلم معاها وممكن تسمعه بيتكلم مع حد من اصحابه معايا فتبدأ تتنرفز جدا وخلي بالك الراجل عند المشكلة بيحب يكلم اطراف المشكلة ما بيكلمش حد في الخارج في الغالب يعني لو في مشكلة في الشغل هتلاقيه هو بيتناقش او بيحكي بيحكي لزميله في الشغل بيحكي لمديره بيحكي لحد معاه في القسم اللي هو بيشتغل فيه او في الشركة اللي هو بيشتغل فيها او حد في مجال طرف فبيعرف يتناقش معاش يتكلمه مش معايا كانوا مش واسق فيكي هو طبيعته كده بيحب يتكلم في الناس اللي هم ليهم اطراف داخل الموضوع ما بيحبش يعني بطبيعة وده بتحصل دايما ساعات بعض الناس بيسألونا هم ليه دورات التنمية البشرية كل اللي بيحضرها ستات بقم قيله عشان الرجالة في عالمنا العربي شايفين نفسهم ابو العريف وابو الفهم واتلاقي الراجل من دول لو مراته جات قالت له انا عايزة احضر دورة اقول لها دورة مين ده ده انا روح اعلمه ده انا فهمه هو ابو العريف معايا وبالتالي الرجالة بطبيعهم في عالمنا العربي او الاجو عندهم بيقوا اخب سابة تربية زي ما اتفقنا فتلاقيين نا بيستصعب ان انا روح استشير حد او اروح اخد استشارة من حد اسأله يرد عليها ويجاوبني فتلاقيين ما بيحبش يتكلم طبيعته الانسة عطول جاري تسأل وتلاقي تسأل صاحبتها واختها وسعب بيقولي جلتها تسأل كل الجران ده انا مرة من ضمن النوقت الموقف اللي حصلت واحدة جاية لي وبعدين اتجوزت واتطلقت وجوزت تاني واتطلقت وعملها مشاكل كتير مع جوزها التالت فقال لها يا بنتي فيها اقيتلي انا بصراحة يعني بقول لها مش مفروض تسألي حد اقيتلي لا انا بسأل دايما وفي واحدة بسشارها جارتي مهمة جدا وقال لها جارتي دي خبرتها ايه قايتلي عندها خبرة جميلة جدا دي مطلقة خمس مرات فهي دي الخبرة فهمة كده خبرة في الطلقة طلقة كتير هو بالتالي الانثة بتحب تسأل الراجل بيحبي انا عزل شوية فكوني مدركة الحتة دي وساعتها هتبدأوا ان شاء الله ستتعاملوا بصورة اروع لما تكونوا فاهمين الطبيعة وبتتعاملوا انها مفهاش مشكلة من غير تفسيرات سيئة او تفسيرات سلبية طيب انا هكلمكو عن ازازة كمان بس انا عايزة اصغها بطريقة انا خمس دقيقية في عدوب نص ازازة طيب ازازة هقولها بسرعة عشان ازازة مهمة عايزة اصغها صحة عشان ما ترفهمش غلط لانها كيريتيكل ايه بقى الازازة دي ان الست بتحب ان جزء هيكون مهتم وانه هو يحسسها انها مرغوب فيها وعلشان دي هي بتبقى حريصة عليها في المقابل بتبقى مهتمة انها تبقى الصورة بتاعتها عنده حلوة فبيبقى يهمها جدا فكرة ان يبقى مش شايل منها او مش فاكر لها اخطاء فبتحب ان جزء هيبقى متسامح معاها يعني لو عملت غلطة تزعل انه لسه ياه فاكر ان انا كنت غلطت الغلطة دي وشايلها لي لانها بتحب ان جزء يبقى شايفها بشكل كويس وحبيبها وحابب القرب منها مش شايل بقى من زمان ومعبي فمن اهم الحاجات اللي بتحبها ست هي فكرة ان تحس هي ممكن نقول باللفز كده المتعرف عليه ان جزءها راضي عنها راضي عنها يعني قلبه مش شايل كده مسامح لو هي اخطاءت ما كلنا بنغلط بس هو بيسامح وما بيقفش عند اخطاءها ويفضل شايلها لها العمر كله وهو دايما كده راضي عنها لان احنا كمان اتبرمجنا وتعلمنا في دينا ان لما يكون جوزك راضي عنك فدي حاجة كبيرة عند ربنا فتلاقينا بشكل لاوعي من اولوياتنا الكبرى في الجواز ان اه انا عايزة جوزي يكون راضي ومبسوط ولما بحس بقى ان طول الوقت مش راضي طول الوقت مش راضي طول الوقت مش راضي يا اما بيقلب بجلد ذات يا اما مبلها بقى بايزة بايزة انا عايزة يعيش مرتاحة يا اما ها طول الوقت اقول ان انا اللي وحشة انا اللي وحشة والاتنين غلط فالست بيهمها ان الراجل لو هي عملت حاجة غلط وشاف انها غلط وتكلم معها فيها نقفل بقى ما نعودش كل شوية مفتح في القديم وفكرة لما كانت صاحبتك فلانة وقلت لها على ما عرفش ايه ولا فكرة لما حكتي المنطق على كذا وتلاقيه قلب لها في حاجات قديمة جدا تحس ان هو هو شايفها حد مش كويس وانها مش مالية عينه وكده وان هو مش برقوب فيها حاضر هاختم بحاجة سريعة جدا من اهم الحاجات عند الراجل انه بيعتبر البيت مملكته فبيتجنن لما لاقي حاجة خرجت برا البيت هو ما يعرفش او كلمة قالت ممكن الانثة تقولها بطريقة عادية وهي مش واحدة بالها بس هو بيعتبر ده من ادق اسرار البيت وعايز اقول معلومة لازم تكونوا منتبهين لها هيا كل زوج وكل زوجة ان انتوا اكلتوا ايه النهاردة او جوزك رجع الساعة كان من البيت دي من اخطر اسرار البيت وبالتالي مهم تكونوا فاهمينها مش هقول مش عشان انا بقول اخطر يبقى ما يصحش تتقال لو الراجل عارف وموافق اوكي بس انا بتكلم على المجمل ليه بقى لان بنقول دايما كده الاهل الزوجة او حتى اهل الزوج بيبقوا احيانا بيسألوا اسئلة عشان يكونوا بيها صورة وبعدين بتطلع في المشاكل يعني مثلا ممكن واحد تكون شايفة انها عادي جدا تكون بتقول انا جوزي بيرجع كل يوم الساعة 8 بالليل مثلا ففي مشكلة كبيرة تحصل يقوم جاي بقى ابوها ولا اخوها ايوة ما انت طول النهار سايب لنا بنتنا وبترجع 8 بالليل يقوم الراجل مجن نعم هو انت معيشاهم معانا في البيت فبيعمل حرائق كتير جدا فمهم جدا قبل ما تكوني بتتكلمي عن اي تفصيلة داخل البيت وانا هنا لا اعني اللي عايشين مع بعض فيه ناس عايشين مع مع الحمى والحمى مش بكلام مع دول بكلام لوحدكم في بيت لوحدكم او حتى ليكوا غرفة منفصلة اي تفصيلة داخل البيت مهم قبل ما تتحكي يبقى الراجل عارف وبالتالي هو موافق علشان ما يحصلش مشاكل كتير ونصحتي بلاش اي كلام لعلاقة بداخل البيت لانه فعلا بنشوف مشاكل كتير بتكبر بسبب الكلام اللي بيتحكي كده قدامنا قديك كده دي واحدة بسرعة بابا عايز اقولها سرعة دي واحدة دي واحدة حسن لسه فيه ازايز ما خلص نهاش وفيه ازايز كتير اه اي رأيكم الاسبوع الجاي نكمل ممكن اه الاسبوع الجاي نعمل لايف كمان ناخد اسئلة تكون نكمل اه نتكلم عن الازايز وناخد يلا لسه هختم لا لسه فاضل ها طب يلا هختم اه قبلهم دكتوريا بسرعة اه الاسبوع ده ان شاء الله يا الثلاث يا الاربع ان شاء الله هنعمل لايف مهم جدا جدا ازاي نخلي اولادنا يحبوا يعملوا الواجب ويحبوا الدراسة اه انا ان شاء الله هعمله على الاكاونت بتاعي اه وهيكون معايا ناس هيدخلوا معايا ويقولوا تجربهم لسه مش متأكده كم حد بالضبط بس فيه ناس هتشاركني تجربهم في انهما قدروا يخلوا اولادهم يعملوا الواجب اه يا رب يكون اللايف اللايف النهاردة بالفايدة وان شاء الله تتابعونا في اللايف اللي جاي عن المذاكرة تسبحوا على خير ويجعل كل ايامكم جنات ونعيمة على الدوام تسبحوا على خير شكرا